مبروك لكل جماهير النادي لأهلي مش على التأهل طبعا لمباراة النهائي للعام الخامس أو للبطولة الخامسة على التوالي ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا لكن مبروك في الأهلي تعودنا نقولها لما نوصل لنهاية المشوار لما نرفع درع البطولة أو لما نوصل لمنصة التتويق صحيح الوصول لنهائي بطولة أفريقيا في خمس نسخ على التوالي إنجاز كبير جدا إنجاز ما يقدرش عليه غير نادي بحج وقيمة أقامة النادي الأهلي لكن مبروك اللي أنا ابتدت بها حلقة النهاردة بقولها الجماهير النادي الأهلي على عودة المارد الأحمر مباراة بارح كانت أكتر بكتير جدا من مجرد تخطي عقبة صعبة في مشوار الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري أطال إفريقيا في مواجهة خصم محترم خصم قوي خصم الحقيقة جاي بيلعب قدام النادي الأهلي هو عارف ومدرك من لحظة الأولى منذ بداية المباراة إنه بيلعب قدام سلطان القارة الأفريقية جاي بيلعب عشان يخطف جاي بيضيع وقت أكتر ما بيلعب كورة لكن مكاسب الأهلي الحقيقة مبارح وده اللي عايز أكلم معاك فيه عزيزي الأهليوي ردت على كتير من الأصوات اللي شككت عن جهل أو عن سؤنية أو عن أنكت أسباب أو الضوافة عندهم في الإمكانيات وقدرات الأهلي في الموسم الحالي بعد بعض المطبات الصعبة اللي مرنا بها كلامنا النهاردة عن مكاسب كتيرة جدا حقا نادي الأهلي حقا مارسل كولر حقا نادي الأهلي وقبل كل دول الحقيقة لازم أقول تحية كبيرة جدا تحية إحساسي بأن أنا واحد منكم شيء يدعو للفخر جماهير النادي الأهلي اللي كانت مالية من درجات استاد القاهرة مبارح نهاردة جماهير عظيمة بمعنى الكلمة ظهرت في لعطات كتيرة جدا لكن أكتر لقطة حسيت أن أنا كأني موجود معكم بالزبط في ملعب المباراة في الاستاد في المدرجات هي لقطة تسجيل الهدف الملغي لمازمبي جمهور الأهلي اللي عودنا أن نواقف في ظهرنا دي حتى في أصعب الظروف والمواقف كان حاضر وبقوة وكان واحد من أهم عوامل تفوق النادي الأهلي مبارح لكنه طبعا ما كانش العامل الوحيد في عوامل كتيرة وفي مكاسب كتيرة جدا هتكلم معاكم عنها في حلقة النهاردة من السادسة كل التحية بداية الحلقة فاصل وندخل في التفاصيل